اشتركوا في القناة 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 تنقذ من النسخة النهائية الاس 14.5 هذه الحركة الموجودة الآن لو نشوفها أفضل برضو في الآيباد عندي يعني الآيباد إلى الآن ما حدثت على البيت الأول الاس 14.6 هو الآن على الاس 14.5 لو نخشل على ذات نروح هنا نشوف نفس الحركة هذه هذه الجهازة عندي الآن يقول لي أن الجهاز الاس 14.5 أنا أرد يمحدث على آخر تحديد الاس 14.5 هل تبي تنزل الاس 14.6 أو أنك تحذر البروفيل عندك وخلاص توقف على هذا أقدر أضغط هنا وحدث لحق الاس 14.6 طيب هل في أشياء جديدة ثانية في أشياء ثانية لكن كلها في الأكواد ليش مع عودتنا أبل أن الاس أول ما ينزل البيت الأول والبيت الثاني وما تنزل ميزات كثيرة بعد البيت الثاني الثالث تشوف تنزلك ميزات بعدين لأن الاس 14.6 يعني من 0.5 إلى 0.6 لازم في ميزات هذه أول ميزة التي تكلم لكم من قبله شوي وبرضو في بعض الأشخاص يقول لك أن في الأبديت حين البوتنج لحق الأبديت نفسه في أشياء في الأكواد داخل مع الآيماك في تأقلهم في شي جديد بس قبل إلى الآن مصر رحت عنه ولا تكلمت عنه كلها في الأكواد داخل وبرضو في الأكواد في الإكسبوجر يقول لك لحق الكوفيد أنه في خيار أنك تسوي مشاركة برضو أو شيرينج أنك تنشر الإكسبوجر حقك ما ندري عنها كيف نسويها ولا شي لكن في الأكواد موجودة فأبل جرس تبني عليها توقع في البيت الثانية أو الثالث يمكن توضح لنا أكثر برضو في الأكواد كل الأشياء التي أقول لكم إياها في الأكواد ليس موجودة فعليا عندنا في الهوم الآن تقدر لحق الانتركم أو الجرس لحق البيت أو شي ما يحتاج أنك شخص يرن عليك الجرس مثلاً عشان ترد عليه وتسمعه لألان تقدر تسمع دايركت فموجودة وين ما ندري في الأكواد موجودة داخل النظام بس طيب برضو في الأبل والت إن أبل بدأت تدعم هنا الأبل كارد فاميلي تكلمت عن أبل في المؤتمر لكن ما دعمتها في الأوس 14.5 هنا دعمتها أكثر الأبل كارد فاميلي وبرضو في البودكاست أبل تكلمت في المؤتمر نتنزل خيارات أو بعض البودكاست يكون سبسكريبشيز عليها مثل تقريباً بعض الغلامات يقدرون ينزلون هنا بودكاست خاص فيهم تقدر تسوي اشتراك موجودة هنا عندنا الحساب حقك لكن إلا أن أبل مفعلتها فيمكن منجهزتها على أوس 14.6 ومش إلى أوس 14.5 وبرضو في النهاية في خيار هنا جديد عندك في الأب ليبرالي هنا مثل توقع لكل يعرف هذا الجهة في حافظة جديدة إنترى برايس أب سترتب أبل البرامج اللي هنا فإذا كان لك برنامج من برامج مثل ما نشوف تطلع لك هذا الخيار أو حافظة جديدة موجودة عندك هنا تكون بس تغريباً هذه كل الأشياء اللي موجودة الآن في البيتا هذا البيتا الأول البيتا الثاني الثالث إن شاء الله في المستقبل رح ينزدون رح نعرف ميزات أكثر لو بنتكلم عن القوة لا تتوقع أنها في شي واو وقفزة قوية من الاس 14.5 إلى الاس 14.6 على البيتا الأول ما في فرق لو بنشوف هنا هذه النسخة البيتا الأول اس 14.6 وهذه النسخة النهاية الاس 14.5 اللي رح تنزل لكم إن شاء الله الاسبوع القادم فهذا على الكمبيوت لو بنشوف الـ CPU مثل ما نشوف هذه النسخة البيتا الأول الآن وهذا النسخة النهاية هنا فتقريبا هذا كل شي ما فيه شي ما فيه تعليق ما فيه شي ما حصلت بأي شي إنه يعتبر سوفتير رصلا جاهل زي اس 14 لكن نشوف قدام ممكن تطلع مشاكل في البيتا الثاني الثالث رح تكلم معاكم ونمش معاكم محبة حبة مثل ما نشوف الآن ناقص عندي بارين بدل ما هو بار لأصلا كان يكون ناقص بار واحد فتو فيه أشياء جديدة وبعض الأشخاص يقول لك أصلا لأيوسف ورتيم ويدسكس رح يكون جاهز مع الأيباد القادم رح يكون دعم أكثر مع الأيباد القادم وبرضو الماك فيه أجهزة جديدة من أبل رح تنزل يعني ما رح تنزل الشهر هذا الأي ماك والأيباد القادم ما رح ينزل لنهاية الشهر القادم أو النصف الثاني من الشهر القادم فتوقع أنه رح تنزل هذه النسخة مع الأيبارات الجديدة ممكن طبعا نهاية النسخة هذه فتوقع أنه مشوار شوي لكن عادي إذا أبل كل أسبوع رح تنزل بيتها ويقدر نوصل على نهاية الشهر القادم وتنزل هذه النسخة عادي إلى الآن ما ندري لكن بعض الأشخاص يقول لك هذه النسخة سننموجهها لأجهزة جديدة ويكون دعم أكثر لها بما أن أبل ما رح تنزل هذا الشهر هذا السبوع القادم من الجمعة القادم رح يكون طلب الوم سباح لحق الإبارات والأبل تيفي والآي ماك هنا وقبلها بيومين وثلاثة أيام من الأسبوع القادم هنا في النصف الأسبوع القادم من الأثنين من الأثنين من ثلاثة ربعة أو الخميس رح تنزل لنسخة الـ iOS 14.5 للكل كلنا رح تنزل لنا النسخة هذه مش للمطورين لنسخة الحق العام وهذه الـ iOS 14.6 بدنا من ناحية نسخة تجريبية فنكمل معاها ونشوف بعد رمضان هل وصلنا لحق النسخة النهائية أو باقي لنا لأننا نعرف أن أول أسبوعين من مي أو على نهاية رمضان ما في جهاز من أبل جديد بعد رمضان هنا رح يكون في آيباد برو الجدد والآي ماك الجدد والأبل تيفي الجدد رح ينزلون هنا فيمكن يحتاجون لبيتا الجديد ممكن وعلى يوم سابعة جون يعني بعد رمضان بشهر تغريبا رح يكون مؤتمر أبل المطورين WWDC رح ينشوف iOS 15 عادي أبل تكمل معاك من نسخة iOS 14.6 وحتى لو ينزل هنا iOS 15 نكمل معاك من iOS 14.6 ما بعد ينزل حق الكل عادي بعض الأشخاص يقول لك أوه كيف نزلت أبل iOS 14.6 وحنما نزلت إلى الآن للكل iOS 14.5 هذا شي طبيعي طبيعي جدا لماذا؟ لأن هذه النسخ التي تشوفها الآن مش موجهة لك يعني أبل ما قاتك أن ننزل نسخة iOS 14.5 شوفها أو أبل ما قاتك أن ننزل نسخة iOS 14.6 شوفها أبل الخطاب بينها بين المطورين يعني المطورين نحن خلاص وردي خلصوا iOS 14.5 ونزلت النسخة النهائية وكل شيء لهم بدأت أبل معاهم نسخة جديدة شي طبيعي هذا الشيء لكن أنت أنت جالس تشوف الأخبار وتدري أن فيها iOS 14.5 راح ينزل وليش أبل نزلت iOS 14.5 هذا الخطاب أنك أنت دمجت النسخ اللي لحق الكل مع النسخ اللي لحق البيتا فهذا الاختلاف وعادة أبلس نجيب لك إياها بيتا هنتين نسختين نختلفون لكن كلها حق الكلام حق المطورين أنت إذا كنت بيتمشي إلى حق العامة وليس على النسخ اللي موجودة عندك طالع الميزات حق الجدد مع الفيديوهات اللي أسوي لكم إياها لكن لا تتوقع أني نزلت أبل نسخة ثانية يعرف أنك تخبط عندك لا هذا الحق العامة بتنزل إن شاء الله وهذا الحق المطورين أبل مكملة معاهم عادي بس في نهاية الفيديو وتنسونا اشترك بالغناة واشترك في حسابي في سناب شات تشرف بضبطكم وعمل لك المقطع ونشر المقطع ولا تنسونا وضل دعاكم السلام عليكم